السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن اسباب ضيق الرزق ونكد العيش كلنا يتابع الاوضاع العامة التي تمر بها الكثير من الاسر بسبب ضيق الرزق والذي ادى الى شضف العيش ونكد العيش نريد ايها الاحباب الكرام ان نخوض في هذا الموضوع ونبحث عن اهم الاسباب التي تؤدي الى ضيق الرزق وتؤدي الى نكد العيش ثم بعد ذلك نريد ان نتفهم واياكم ما هي طرق العلاج ما هو المخرج الرزق هو من اكتر الامور التي تشغل بالانسان منذ ان كان الانسان يعمل ويجتهد قصار جهده والغاية هي ان يكسب المال ليوفر احتياجاته من الحياة عنده اسرة عنده اولاد عنده عائلة يريد ان يصرف عليهم والناس عندهم طموح يبحثون عن الرزق الواسع والسريع كلنا ذلك الانسان يبحث انسان على رزق واسع وان يكون سريعا في اقرب الاوقات ربنا سبحانه وتعالى حينما خلقنا في هذا الكوكب الارضي او بالاصح هذا الكويكب الارضي الصغير هذا العالم ربنا قدر فيه الرزق واعطى لكل منا نصيبه من الرزق ومنذ ان كنا اجن في بطون امهتنا كاثبالنا نصيبنا من الرزق وفتح الله تعالى لنا ابوابا شتى للرزق هناك مهن هناك صناعات هناك خدمات شريفة بامكان الانسان ان يعمل ويشتهد ليكسب قوته ولا يعيش على على احد ولكن بالمقابل ربنا سبحانه وتعالى جعل ابواب اخرى مشبوهة او محرمة وامرنا ان لا نقترب منها لان هذه الابواب المحرمة او المشبوهة هي من اسباب التي تؤدي الى دخول النكد ودخول قلة البركة ربنا امرنا ان تضل هذه الابواب مغلقة وان المؤمنين الصادقين لا يقربونها والسبب الذي يؤدي بنا جميعا الى هذه الوضعية ربما الكل يتابع عبر وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التصريحات وخرجات لعدد كبير من ابناء الشعب رجال ونساء كبار وصغار يتكلمون عن غلاء الاسعار ويتكلمون عن كلة الرزق ويتكلمون عن هذه الوضعية المؤثرة التي جلبت للكثير نكد العيش وشضف العيش هو في الحقيقة ان الانسان عليه ان لا يتوكل الانسان لكي يكسب رزقه عليه ان يأخذ بالاسباب عليه ان يطرق العمل وعليه ان لا يتوكل هذا هو المتفق عليه جميعا ولكن هناك اشياء اخرى ربما نغفل عنها هي من الاسباب التي ادت بناء الى هاد الوضعية هاد الوضعية الان ديال غلاء المعيشة ديال قلة الاسباب الرزق وما جاءت به من نكد العيش ما هي هذه الاسباب هي اللي نبهلها في كلامنا هذا بعيدا عن التخطيط وبعيدا عن الاستراتيجيات وبعيدا عن اتخاذ الاسباب هناك اشياء اخرى ربما خفية ولعل اولها هي تمنع الرزق من العباد هي ان الناس في المجتمعات هذا قانون الهي وضعه ربنا عز وجل كلما ظهر في المجتمع هناك عدم اهتمام بقضايا الدين والتجرؤ على الذنوب والخطايا هذه الذنوب والخطايا من طبيعتها ان الله تعالى جعلها تمنع الارزق هكذا كان يفكر المؤمنون الاوائل الذين كنا عندهم ضمير حي وقلب ينبض بالايمان لما يقع هذه المشكلة للقلة الرزق يتهم اولا نفسه لعلي انا مذنب لعلي انا عاصي لعلي انا اشتريح السيئات بل والمجتمع بكامله المجتمع ينبغي ان يتهم نفسه واشحنا فعلا فعلا نبتعد ونتوقع هذه الذنوب والمعاصي وسيئات لانها الذنوب والمعاصي هي التي تكون السبب المباشر الاول في الكذر والضيق والهم والغم هذا قانون الهي وضعه مصمم هذا الكون وخالق الانسان ربنا عز وجل ماذا قال قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كان الصالحون لما يقرؤون القرآن العظيم ويمرون على هذه الاية يشعرون بالخوف وجوههم تسفر ويتهمون اولا انفسهم يقول ربما انا انا مفرط في الدين انا مفرط في اليقين انا ربما ظهر مني الفساد بما كسبت ايدي الناس يعني هذا الامر كله السبب هو الانسان ليضيقهم بعض الذي عملوا نحن الان ربما نتذوق ونكتوي بشضف العيش بسبب هذه الامور وربنا لانه الرحمن الرحيم هادش ما غيرطولش احنا عدنا يقين هاد الوضعية ما غيرطولش وعمر ما غيرطول لنا قانون اله لانه قال تعالى لعلهم يرجعون مجرد ان الناس يرجعون الى الله تعالى يرتفع الغلاء ويدهب قلة المؤونة ويكتر الخير هاد المعاصي للأسف شديد هي نوعين هناك دنوب في حق الله وهناك دنوب في حق العباد هاد كلها هاد الدنوب والمعاصي كتأدي الى قلة الرزق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية كان يقول وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ملك كتأدي الوحد المعصي وكتأدي الوحد الذنب الله تعالى كيحرمه من الرزق ما كيجيش ده الرزق وهناك يوقع العديد من الحياة اللي هي صعبة للغاية كيعد حتى اللي يعطاه الله الرزق كان بعض الناس كيقول لك را كين فلان كي كيدر الدنوب را لا يصليه را ربما يتجرى عن الخطايا ورا عنده اي نعم اعطاه الله الرزق عنده ملايير في الابناك عنده فيلات عنده سيارات عنده ساعات ذهب ولكن انش كل ربنا وخاك يعطيه كيجعل منزوع البركة وكيعد منغس لا تظن بان الاترياء جدا والاغنياء جدا انهم مكرومين وعندهم المال وفرحانين الكثير منهم ربما قد يكون ماله الكثير والوفير قد يكون منزوع البركة وكيصبح داك المال في حددته هو عذاب له ولعياذ بالله اذا كان مذنبا اما اذا كان مؤمنا فربنا عز وجل يطرح فيه البركة ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ونبيه الكريم في سنته المطهرة بينا لنا اشناي الاسباب التي تمنعنا من الارزاق وتضيق علينا او ربما التمحق الباركة لماذا ذكرها لنحذر منها اولها كما ذكرنا وهو هاد الذنوب هي اشكال والوان اختر الذنوب ما هي هي الغفلة عن ذكر الله الغفلة عن ذكر الله راددا ركن الصالحون كيعتبر نفسه بانه اذا غافل عن ذكر الله هادف حددتها ره معصية فالانسان ينشغل بتحصيل قوت يومه ولكن اذا جاء وقت الصلاة قد لا يصلي او ربما يؤخرها الى وقت متأخر لا يؤدي العبادات ولا الفرائض لعندها الصفة هذه يغفل عن ذكر الله فلينتظر بان ربه سوف يضيق عليه في الرزق لا بد انه يضيق عليه في الرزق او حتى اذا عطاه الرزق هذا الرزق يكون منزوع البركة والعياد بالله ربنا عز وجل يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الخاسِرُونَ الخاسرون خسران الناس دب الان كل واحد فينا يحاول يتهم نفسه واش انا كين طابق عليه هاد الكلام ام لا واش انا فعلا غافل عن ذكر الله او انا انا دائما استحضر ذكر الله تعالى كما ذكرنا بالدنوب يا انواع كين الدنوب لي في حق الله وكين الدنوب في حق العباد لي في حق الله من الغفلة عن ذكر الله ومنها التهاون في بعض الاعمال التي توصف بانها الشرك هناك في المجتمع اعمال بدون نسكت عطوا لها وهي من الشركيات لكانت ايام زمان من ذلك مثلا كنسمع بان هناك من يحلف بغير الله او يحلف بالله كذبا وصرنا كالقو هناك ايتيان العرافين الان المنجمون صاروا بوفرة بشكل عصري عندهم مواقع الكترونية عندهم قنوات خاصة على الانترنت وكيقولوا كلام مرتبط بالمستقبل هتقولوا كتار كتار بزاف كيتكلموا على السياسات الدول الأعمار ديال الحكام والملوك والرؤساء كيتكلموا على الهزات الزلزلية الأرضية كيتكلموا على الكوارد الطبيعية كيتكلموا على أشياء هي مرتبطة بالمستقبل واحنا عدنا في العقيدة الإسلامية أنه لا أحد يعرف ما في المستقبل سوى الله لأن المستقبل غيب والغيب هو بأمر الله أي نعم هناك الدراسات التي تستشرف المستقبل كدر رؤية استباقية بناء على معطيات علمية هذه ما كان اسمه طريقة ديال العرافين هذه دراسات مستقبلية ما يتعلق بالرؤية المستقبلية بناء على أرقام وإحصائية لكن لو الناس كيتكلموا على غير على العرافين كيتكوا فيهم كثير ما حملوا حد ذلك الآن؟ أراد حد في بالو أشياء غد يوقع في 2023 خرجوا لنا مجموعة ديالقنوات يقولوا بأن هذه السنة تكون أسوأ سنة فيها زلازيل وفيها باراكين وفيها موت شخصيات كبار وفيها تغير في أنظمة الحكم وفيها كده وكده والناس يصدقونه غرفة الاتجاه وسبح الله منك يصدقون الناس كيمشي في الاخترق لأن الإنسان كنا عنده برمجة دهنية وفكرياء كيمشي مع الأشياء ودير من الدنوب لا ينبغي أن نصدق أبدا بكلام العرافين ولا بكلام المنجمين ثم من الأمور التي يتهون فيها الناس والعياد بالله هو التعاطي للسحر والشعودة والكثير أيضا هذا من حقوق الله لأن العقيدة السليمة تكون تخلك بأنك تؤمن بأمر الله ولكن أنك تدخل وتستعمل أرواح شيطانية باش تقدي الآخرين أو باش تجلب لك الحد السعيد رسلت بمزاب دي المسؤولي الكبار والمؤثر الكبار كل واحد عنده واحد المجموعة دي القوة الخارقة عنده ساحير أو عنده وفقي لي عنده كذلك كذا أو كذا كل واحد يستعين سياسيون وكي يستعنوا بهذه الأمور هذي كيفاش ممكن أنهم يفلحون فهذا من الأمور التي تؤدي إلى إلى قلة الأرزاق أو محق باركتها كذلك من هذه الأسباب اللي تؤدي إلى ضيق الأرزاق وهو الإنسان لا يقدر نعم الله إحنا ربي عز وجل كي يعطينا نعم كثيرا نعم لا تعد لا تحصى كي ليعيش في بحبوحة من العيش ولكن لا يكاد يشكر ربك على هذه النعم ما يسمى بكفر النعم وازدرائها دائما تحجم عجبة عنده نعم عظيمة ويزدريها ثم يتناسى فضل الله يتناسى الله تعالى كريم معنا نتناسى بل منهم من ينسب الأفضل والعطايا لغير الله ينسب إلى البشر فلان هو اللي أعطاني فلان هو اللي أوفقني وخذ بدي وصلت كذا وكذا مع أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يرزق هو الذي يعطي والبشر اللي كانوا مسخرين لا تنسب هذه النعم إلى البشر انصبها إلى رب البشر احنا سيدنا بقلنا من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحدافرها علينا أن لا نزدري نعم الله علينا علينا أن نقدرها ونشكرها ولا نكفرها أيضا أيها الأحباب الكرام من الأسباب لخلت الرزق عدنقليل في المجتمع وخلت الناس في نكد وحد السبب عارفنه جميعا وهو قطع الرحم الخصام والعداوة اللي ولد في الأسر بسبب الخلافات العائلية كل أسرة وإلا وفاة خلافات عائلية صراع بين الزوج والزوجة صراع بين الإخوة والأخوات صراع بين الأصهار صراع كبير وهذا السبب للصراع كي أدى إلى مدى إلى قطع الرحم ما بقى شيك يمشي عن شي ولا كل واحد يتهم الآخر بسوء بسوء النية وسوء القصد هذا أدى إلى مدى قطع الرحم هو سبب كبير يمحق به الله الرزق الرزق ما كيبقاش الرزق قليل ليش شعند الرزق قليل كيبكي؟ سولوا قل لها ما هي حالتك مع الرحم ما هي حالتك مع العائلة والأحباب إلى إلى كان حاله مع العائلة والأحباب سيء طبعاً قد يكون رزقه قليل وكل ما كان علاقته مع العائلة والأحباب علاقة طيبة قائمة على التسامح والتعايش وعلى جبر الخواطر وعلى التماس الأعضار قد لقى ربك يعطي الرزق الوفير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليتق الله وليصل رحمه لبغى ربي عز وجل يعطي الرزق الوفير كان بعض الناس دب الآن عايشين في نعيم كان مشاعر بهذا الغلاء دي المعيشاه وهذا الموجة دي السخط اللي كان في المجتمع كان مشاعر بها يقول لك أنا أمور عندي سليمة السبب كتلقى بأنه قلبه بيض وعلاقته مع الرحم دياله سليمة علاقته طيبة علاقته فيها ترحم وربي عز وجل لا يريه الوجه الأسود للحياة كي يعطيه الوجه الورضي الجميل للحياة عايش مزيان الحمد لله يجعل البركة بخير على خير الرزق عندي وقاضي أنا مشاعر بالأزمة لأنه أصلا لا يتسبب في الأزمة الكثير منك يقطع الرحيم مع العائلة مع والديه مع أنسابه مع أخوته مع أحبابه مع المقرب إليه طبعا هذا قانون إلهي الله تعالى قاليني إلى تختار الرحيم غادي نقص لك من الرزق ووضيق لك للبركة في العمر حتى العمر العمر كيدوز لأيام كيدوز كلها نكاد ما كتشعش بالفرحة والسرور حتى كي تفرسك في المرآت كتلقى بأن الهرم بدأ يتعجل إليك والشيب والتجاعد هذا معنى ينسأ له في أجله كذلك أيها الأحباب الكرام من الأسباب اللي خلت الرزق قليل عندنا في المجتمع والناس يبكيوا وهو التلاعب في المكيال والميزان كين بعض الناس ينقصون في المكيال أو ينقصون في الميزان ويتلاعبون وكين اللي يكون عنده السلعة يقوم بالدخارها أو ربما يكتموا العيب فيها كده السلعة المعروضة فعيوب كثيرة أو أنه يقوم برفع سعرها أضعافا مضعفا ما غير باش هذا لك رفع السعر دي السلعة باش منع المؤمنين والمؤمنات من الاستفادة منها هذا لا يربح رغم أنه غاية يخد المال غاية يخد المال غاية تعمل عنده الخزينة ولكن ستكون ممحوقة البركة وسوف يمنعه الله منها هو المال عندك عندك المال ولكن ممنوع من تصرفه لأن الإسكي قل مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت وما بقي فهو لغيرك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كي حضرنا من هذه الأمور خاطب المسلمين وقال خصال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن أعودوا بالله أن تدركهن المهاجرين كانوا صالحين صحابة رضي الله عنهم جيد قرآني فريد كان كي ربيهم سيدنا النبي كي خوفهم من المحرمات قال لهم خمس خصال إن ابتليتم بهن أعودوا بالله أن تدركهن شاء الله ما تدركوهمش قال لهم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشفهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم وحد الطويل لكن الشاهد عندنا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا كانت تلاعف المكيال واتلاعوا في الميزان واتلاعوا في الأسعار قال لنا إلا أخذوا بالسنين السنين معناه هو الجفاف المطر مينزلش إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة شدة المؤونة هي قلة المواد الغذائية قليلة المواد ربما تصدر إلى أوروبا أو إلى فرنسا أو إلى إفريقيا الله أعلم والسوق الداخلية قليل في هذا الشيء قليل شدة المؤونة وجور السلطان عليهم يعني السلطان اللي كيحكم يعني كيكون فيه ظلم وكي تلقى بأنه لا يستمع إليهم وكيهدم عم بحركم كيبقى هكا واحدة وضعية هي مزرية للغاية هذا تحذير نبوي شريف قال إن إلا كان فيكم نقصان المكيال والميزان إلا أخذتم بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان فالغش في السلع وفي الأسعار وإنقاص الأوزان والتلاعب في البضائع للنس محتاجين لها هذا وخمول غادي يربح غادي يربح الفلوس غادي عمر الراصد البنكي دياله لكنه هذا العمل هو ما حق للبركة وربنا عز وجل توعد من عنده هذه الصفة توعده بالويل اشنا هو الويل الويل هو في الآخرة قالوا بأنه نار في جهنم اسمه ويل وقالوا بأن حياته نكد حياته نكد وخا عند المال وعند المقام العالي من الناس ولكن حياته نكد هكذا قال رب العزة قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ويل لهم أنهم إذا اكتالوا للناس يستوفون مليك يبغي يشريهواك يبغي يزيد في الميزان وإذا اللي بغى هو يبيع يخسر الميزان وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون قال إن ويل لهم قالوا الويل في الدنيا هو نكد العيش مولاك يربح وخلم الموجود قد تلقى نكد وفي الآخرة والعيد بالله قيل نار في نار جهنم أيضا من الأسباب اللي خلت غلاء الأسعار وقلة الرزق في البلاد وهو تقاعز الناس عن إخراج زكاة الأموال مع أن الزكاية فريضة من الفرائب وربي عز وجل طلب مننا أننا نعطوها من الأغنياء الفقراء لكن إلا كانت الزكاة ما كتخلش كتعدي حجاب للغاية حجاب هناك الأرصات الجوية كتقولين غدا قد يكون كده لكن حجاب بيننا وبين أمطار الرحمة حجاب اللي هما يمحتاجين ما غيخسروا ما عمل الفقر ما غيصيبهم ولكنه يقول الله خليه خليه على حاله خليه تقاتل مع الزمان هذا الإحساس وهذا الفكر وهذا السلوك إلا كانوا العيادوا بالله في المجتمع ربي عز وجل لا يرحم إن في الحديث من لا يرحم لا يرحم ده مش حال للناس عندهم أموال طائلة ويقدر يتصدق ببعض ماله على الضعفة كل قوم في كل مكان ما القوا من يكلوا ما القوا من يسكنوا ما القوا من يسكنوا ما القوا من يتعالجوا ما ينقص لي والو يخضوا حال الشطرة لأتري الكبار خصوصا لأتري الكبار لكن ما بغوش ربما ربي بغش لي بالخير فمال لا يرحم لا يرحم يعني ما تدرس الرحمة لله مرة تانية كذلك من الأسباب اللي تخلي الرزق قليل هو التساهل في أكل المال الحرام كالناس ربما كيخاف كيخاف من مال الحرام يقولك باركة علي غير الأجرة دي اللي قليل وفيها البركة حلال طيبة والله يجعل البركة عرقه جبيني لكن كيخاف بعض الناس يتساهلون كيجمع كل شيء يعني المال له لا حرام ولا حلال ما كيخال القلبه لا مال طيب ولا مال عرق الجبين كيجمع اللي باتلي كدامه كيجمعها غير لي ما شافهاش هذا اللي عنده هذه الصفة رأى أيضا يمحق البركة من ماله لأن المال أصلا هو مقصوم واللي وصل لك بالحرام كان سوف يصل إليك بالحلال لو أنك اتبعت السبو المشروع واللي كيمشي للمصادر الرزق المحرمه بحل السارقة والنهب وأكل أمولاس بالباطل والريبا والغش والتصوير هذا كله اللي يسترماحي قليل باركة وكان بغير نلفت واحد لانتباه أيها الأحباب الكرام واحد السبب اللي كان ربما من أسباب قلة الرزق أسباب قلة الرزق وقلة البركة في مجتمعاتنا وهو عدم غض البصر وعدم حفظ الفرج أن الناس ربما في عصرنا هذا كان موجة الحرية حنا أحرار كل واحد حرج في راسو اللي بغي دلش حاجي ديرها وعدنا الوسائل التواصل الاجتماعي كتسهلنا التواصل وعدنا قنوات كثيرة عبر الأنترنت كتشوف كل شيء وللأسف كتلقى وكتجمع لك فيديوهات كلها فيها قلة أدب وفيها خدش للحياة والإنسان يبقى يشوف يوميا يقول لك لكن يصير مدمينا هذه الصفة والعياد بالله كتأدي أيضا إلى قلة الرزق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه السلوك وقال لنا بأنه يذهب بها الوجه ويقطع الرزق ويسخط الرحمن لفيها الصفة للعدم غض البصر وعدم حفظ الفرج ويتساهل في الوقوع في المحرمات قال لنا بأنه يذهب بها الوجه شوف وجهك في الملايا وذيبلك الآثار للدنوب ويقطع الرزق أتلقى كتخدم وكتشقى وما كش يتنك والو ويسخط الرحمن كالدعي الله تعالى ولا يستجيب لهذا ربنا عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فانطلبوا الله سبحانه وتعالى أننا يعطينا الرزق الحلال احنا محتاجين الرزق الحلال الرزق الحلال غاديكن أيها الأحباب الكرام بالمبادرة إلى طاعة الله نجدد التوبة من الدنوب والمعاصي نعاهد أنفسنا على عدم العودة لفعلها نسعى في الضرب في الأرض مع التوكل على الله نأخذ بالأسباب نعمل بجد ونشاط نخطط التخطيط اللازم ونعمل بما هو مطلوب ثم بعد ذلك نتوخى الحلال ونتجنب الحرام وكل ما فيه شبهة لأن ربي عز وجل وضع لنا الأرض كلها دينا هو الذي جعل لكم أرض ذلولة فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه مشوا نقلب على رزقنا وحد المكان ما جاش فيه من الرزق نغير العتبة نغير المكان نمشي نقلب في جهة أخرى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ونؤدي الحقوق الواجبة علينا إلا كان زكاة أو لكان صدقات نؤديها لأن هذه الصدقات وهذه الزكاوات بها كيف يفتح الله الأبواب دي العطاء المزيد من النماء للمال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ونحافظ ونحافظ على سلة الرحيم نزور العائلة نزور الأحباب نزور المقربين والأصدقاء نسأل عن أحوالهم لأن هذا هو باب من أبواب جلب الرزق ونعود اللسان دينا على الحمد وعلى الاستغفار وعلى الشكر على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى ونستقموا على الطريق المستقيم الاستقامة المجتمع الآن المجتمع المغربي اللي يعاني الآن من هذه القلة دي الندرة دي المواد الغدائية الضرورية واللي يعاني من أزمة غلاء الأسعار العلاج هو في الأصل الاستقامة 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 على دين الله والشي لا هل سيأتي وحده يعني بلا نظريات اقتصادية وفلسفية معروفة عند الخبراء يكفي أن ندل على هذا على هذا السلوك الرباني والشي الأخر هو تحصيل حاصل سوف يحضر الاستقامة ربنا عز وجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ثم قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم أن غضقا الرزق قريب منا أيها الأحباب الكرام لا تصدقوا القضايا للتنجيم لكي تكلموا بأن الخطر قادم لا تصدقوا بأن هناك أزمة كي الخير موجود في البلاد والمال موجود ورزق الله وفير خاصنا فقط نجدد الإيمان نجدد التوبة نواضب على الاستغفار نديم الحمد والشكر ونستقيم على دين الله وسوف نرى العجب سوف نرى بأن الأرض تخرج ما في باطنها والسماء تنزل ما بداخلها ورزق الله يفيض على الجميع حتى لن يبقى من يحتاج إلى شيء منه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا المغرب الأمن والأمان والسلم والسلام وأن يكثر خيراتنا وأن يرخص أسعارنا وأن يبارك لنا فيما أعطانا ويزدنا خيرا منه أحبابنا في الله لن أطيل عليكم سنفتح خطوطنا الهاتفية لكي نتناصح فيما بيننا وتواصع بالحق وتواصع بالصبر نحن في هذه الضرفية محتاجين فيما بيننا أن نتناصح وأن نتواصع وأنا عندي يقين بأن الخير موجود عندي يقين بأن الخير أكثر مما نظن خير موجود 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 أقولها بيقين ولكن للأسف هو أن سلوكنا مع الله ومع الخلق ربما قد يؤدي إلى حجب هذا الخير لنعمل لرفع هذه الحجوم وسوف تدفق علينا الخير كثير أرقامنا أيها الأحباب هي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى